اشتركوا في القناة ايها الصالح نفوسنا المجد لله في العلا وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة المجد لله في العلا وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تصبيحك مباركة مملكة الاب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين بسلام إلى الرب نطلو لأجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلو لأجل سلام العالم أجمع وثبات كنائس الله المقدسة لأجل هذا البيت المقدس والداخلين إليه بإيمان وورع ومخافة الله إلى الرب نطلو لأجل يا بينا ورئيس كهنتنا وكهنته المكرمين والشمام ست الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعاب إلى الرب نطلو كيريا لأجل حكامنا ومساعديهم وجنودهم ولأجل مؤازرتهم ولأجل مؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلو كيريا لأجل هذه الرعية وكل مدينة وقرية والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلو كيريا لا يسو لأجل اعتدال لهوية ووفرة غلال الأرض وأزمنة سلامية إلى الرب نطلو كيريا لا يسو لأجل المسافرين في البحر والبر والجو والمرضى والمتعبين والأسرى ولأجل خلاصهم إلى الرب نطلو كيريا لا يسو لأجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلو كيريا لا يسو أعددنا وخلصنا وارحمنا واحفظنا يا الله بنامتك كيريا لا يسو لنذكر سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة كيريا الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم مرحبون أسفل وجميع القدسين والنودع المسيح الإله ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها سكريا أيها الرب إلهنا الذي لا تمثل عزته ولا يدرك مجده ولا تقاس رحمته ولا يفي وصف بمحبته للبشر أنت أيها السيد اطلع بتحننك علينا وعلى هذا البيت المقدس واجعل مراحمك ورأفتك غزيرة علينا وعلى المصلين معنا لأنه لك ينبغي كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر داهرين قمي بشافعة والدات الإله يبخالص خالصنا بشافعة والدات الإله يا مخالص خالصنا المشهر للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر داهرين يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لا يموت ما قد راضيت من أجل خلاصنا أن تتجسد من والدات الإله القديسة مريم الدائمة البدولية فاتا الناس بغير استحالته وصورت أيها المسيح الإله وبالموت وطئت الموت أنت أحد الثلوخ القدس الممشد مع الآب والروح القدس خالصنا صفية ورثي هلمونا نسجد ونركع للمسيح مليكين وإلهنا خلصنا يا أبدالله يا من قامه من بين الأموات نحن المرنمين لك قاللونيا إن القوات الملائكية ظهرت على قبرك والحراسة صاروا كالأموات ومريم وقفات عند القبر طالبت عن جسادك الطاهر فسلبت الجحيمة ولم تنلك بآذا ولقيت البتولة واهبان الخيات فيا من قام من بين الأموات يا رب المجد لك يا نصيرات المسيحين التي لا تخزى ووسيتاتهم الدائمة لدى الخالق لا تريدي عن أصوات الخطأ الطالبين إليك بل بما أنك صالحة باتري إلى معونتنا نحن الصارخين إليك بإيمان باتريد كالهم إلى الشفاعة وأسرع إلى الابتهاة يا والدة الإله المحامية دائما عن مكرمك لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين قدوس لله قدوس للقبي قدوس للذي لا يموت الحمد قدوس للقبي قدوس للذي لا يموت الحمد 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 وضع نفسه وصار طائعا حتى الموت موت الصديب لذلك زاده الله رفعة ووهبه اسما يفوق كل اسم لكي تجتوى باسم يسوع كل ربة مما في السماوات وعلى الأرض وتحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب سبحوا الرب من السماوات سبحوه في الأعالي سبحوه يا جميع ملائكته سبحيه يا جميع قواته السلام لكي أيتها الأخت القارئة الحكمة لنقف ولسمع الإنجيل المقدس السلام لجميعكم فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيل البشير فالمجدو لك يا رب المجدو لك فالنصغي لا يقدر أحد لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه إما يبغض أحدهما ويحب الآخر وإما أن يتبع أحدهما وينبذ الآخر فأنتم لا تقدرون أن تخدموا الله والمال لذلك أقول لكم لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون وما تشربون ولا للجسد ما تلبسون أما الحياة خير من الطعام والجسد خير من اللباس انظروا طيور السماء كيف لا تزرع ولا تحصد ولا تخزن وأبوكم السماوي يرزقها أما أنتم أفضل منها كثيرا ومن منكم إذا اهتم يقدروا أن يزيد على قامته ذراعا واحدا ولماذا يهمكم اللباس تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو لا تغزلوا ولا تتعب أقول لكم إن سليمان في كل مجده لم يلبس كواحدة منها فإذا كان الله هكذا يلبس عشب الحقل وهو يوجد اليوم ويرمى غدا في التنور فكم أنتم أول منه بأن يلبسكم يا قليل الإيمان لذلك لا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس فهذا كله يطلبه الوثنيون وأبوكم السماوي يعرفوا أنكم تحتاجون إلى هذا كله فاطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذا كله يزاد لكم لا يهمكم أمر الغد فالغد يهتم بنفسه ولكل يوم من المتاعب ما يكفي حقا المجدولك يا رب المجدولك نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أبناس الجسد والروح وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينون أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينون وأهلهم لملكوتك السماوي حتى إذا كنا مصونين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين 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 ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر فالماتر فالله ترى نانسي قنقر 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 فلنصغي الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء متأنس وصدب عنا على عهد بلاقص البنط وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث إما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأرب وأيضا يأتي المجل عظيم ليدين الأحياء والأمواد الذي لا فناء لملكه ومن الروح القدس الرب المحي المنبثت من الآب الذي هو مع الآب والإذن فسود له ومنجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة أسلية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا واترجى قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي عمين لنقف حسناً نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس فلتكن مع شميعكم وبعد روحك لنرفع قلوبنا إلى العلاء ها هي العن الراب ولنشكر أن الراب واجب وحق واجب وحق أن نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحده عقل ولا يرى ولا يدرك الدائم الوجود والكائن هو هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدس أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطت عدت فأقمتنا وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكك الآتي فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدس كما نشكر لك كل ما نلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة الظاهرة والخفية ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشيربيم والصرافيم ذوي الأشنحة الستة والعيون الكثيرة محلقين وطائرين مرنمين بنشيد الظفر هاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب صباح قدوس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الأعالي مباركة الآتي باسم الرام وشعنا في الأعالي فمع هذه القوات المغبوطة نهتفو نحن أيضا أيها السيد المحب البشر ونقول قدوس أنت وكامل القداسة أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس قدوس أنت وكامل القداسة وعظيم جلال مجدك لقد أحببت عالمك حتى إنك بذلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فهذا أتى وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلما فيها أو بالحري أسلم ذاته لأجل حياة العالم أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين التي لاعب فيهما فشكر وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلاً قائلاً خذوا فكلوا هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم لمغفرة الخطايا آمين اشربوا من هذا كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عن كل شيء ومن أجل كل شيء كُلّ شَيء اشتركوا في القناة يا إله أنا نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية ونبتهل ونطلب ونتدرع فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة واجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم وما في هذه الكأس دم مسيحك الكريم محولا إياهما بروحك القدوس لكي يكون للمتناولين منهما لعفاف النفس لغفران الخطايا لشركة الروح القدوس لكمال ملكوت السماوات للدالة لديك لا للقضاء علينا أو للدينون نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية لأجل الذين توفوا على الإيمان الأجداد والأباء ورؤساء الأباء والأنبياء والرسل والكارزين والمبشرين والشهداء والمعترفين والنساك وروح كل صديق توفي على الإيمان خصوصا سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم إنه واجب حقا أن نغبطك يا والدة الإله الدائمة البتولية نزاها عن كل عيب وأمّ إلهنا يا من هي أخرى ممين شربي وأمجب بلا قياس لنا سراطي يا من ولدت اللهم كريم ولبثت أدولا إنك حقا والدة الإله إليك نعاق أذكر يا رب أولا أبانا بابا روم الطباوي وأبانا وبطرياركنا المغبوط وأبانا ورئيس كهنتنا الموقر وأنعم على كنائسك المقدسة أن يكونوا في سلام أصحاء مكرمين معافين مديدي الأيام مفصلين بإحكام كلمة حقك قدسهم في خدمتهم وافض جميع المؤمنين ولأجل خلاص هذا الشعب الحاضر ومعونته ولأجل الخاطرين ببال كل واحد جميعهم وجميعهن وجميعهن وأعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الجدير بكل كرامة والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم ومع روحك بعد أن ذكرنا جميع القدسين أيضاً وأيضاً بسلام إلى الرب نطلوب كيري يا ملاي صور لأجل هذه القرابين الكريم المقدم والمقدسة إلى الرب نطلوب كيري يا ملاي صور حتى إن إلهنا المحب البشر الذي قبلها على مذبحه المقدس السماوي العقلي رائحة طيب روحي يسبغ علينا عوضاً منها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلوب كيري يا ملاي صور أن يكون يومنا كله كاملاً مقدساً سلامياً وبلا خطيئة الرب نسأل استجب يا رب ملاك سلام مرشداً أميناً حارساً نفوسنا وأجسادنا الرب نسأل كرسخك لي المسامحة بخطيانا وغفرانا ذنوبنا الرب نسأل استجب يا رب الخيرات الموافقة لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل ورسخك لي أن نقضي الزمن الباقي من حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل استجب يا رب أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا وجع ولا خزي وأن نؤدي جواباً حسناً لدى منبر المسيح الرهيب الرب نسأل حارسك لي البيان لنسأل الوحدة في الإيمان وشركة الروح القدس والنودع المسيح الإله ذواتنا وبعضنا بعضاً وحياتنا كلها زكا يا رب أيها السيد المحب البشر إياك نودع كل حياتنا ورجائنا وإليك نبتهل ونطلب ونتدرع فأهلنا لأن نتناول بدمائر نقية أسرارك السماوية الرهيبة أسرار هذه المائدة المقدسة الروحية لغفران الخطايا والمسامحة بالزلات ولشركة الروح القدس وميراث ملكوت السماوات للدالة لديك لا للقضاء علينا أو للدينونة وأهلنا أيها السيد لأن نشسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أباً أنت الإله السماوي ونقول أباً الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافة يومنا واخفر لنا خطيانا كما نخفر نحن لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين السلام لجميعكم ولروحكم أحنوا رؤوسكم للراب لك يا راب أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلهنا من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهل أم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا ههنا غير منظور وارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب اللهم اخفر لي أنا الخاطئ وارحمني اللهم اخفر لي أنا الخاطئ وارحمني بروس خمال الأقداس للقدسين موسيقى 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 بمخافة الله وإيمان ومحبة موسيقى تقدموا أمين أمين موسيقى عارك الآتي باسم الرب الرب هو الله وقد ظهر لنا اقبل اليوم شريكا في عشائك السر يبضى الله فإني لا أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غشة نظير يهوذا لكني كل السيئات درفوا لك صار اذكرني يا ربي متى أتيت في ملكوتك خلص يا الله شعبك وأنت بارك براثك لقد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق فلنسجوا للثالث غير المنقص لأنه لأنه خلصنا قفوا قفوا أيها الذين اشتركوا في أسرار المسيح الالهي المقدسة الطاهرة الخالدة السماوية المحية الرهيبة أشكر الرب أشكر الرب شكرا لائقا يا رب الرحام نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة فقوم طرقنا ثبتنا جميعا في مخافتك صند حياتنا واطد خطواتنا بسلوات وتدرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتلية وجميع قدسك لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين لننطلق بسلام باسم الرب إلى الرب نطلق يا رب الرحام يا مبارك مباركك يا رب ومقدس المتوكلين عليك خلص شعبك وبارك ميراثك احفظ كمال كنيستك يا مبارك يا مبارك يا مبارك يا مبارك هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنى ولحكامنا وللجنود ولكل شابك لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلائم حدرة من لدنك يا أبى الأنوار وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل عوان وإلى دهر الداهرين آمين يكون اسمو رابي مباركا مِنَا الْأَنَ وَإِلَا تَنْ إِتُونُمْ أَكِرِيُّ أَبْلَوِي مَنَا أَبْلَوِي مَنَا أَبْلَوِي مَنَا أَبْلَوِي مَنَا أَبْلَوِي مَنَا لِيَنْ كُنْ إِسْمُ الْرَبِّ مُبَارَكًا مِنَا الْآنَ وَإِلَى الْدَاءَ إلى الرب نطلوب يا رب الرحام بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أهوان وإلى دهر الداهرين آمين المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة وبتدرعات القديسين المجيدين الرسل الجديرين بكل مديح وأبينا في القديسين يحنى الذهبي الفم رئيس أساقف القسطنطنية صاحب هذه الخدمة الشريفة والقديس شفيع هذه الكنيسة المقدسة والقديس الذي نحتفل بتذكاره اليوم والقديسين الصديقين جدي المسيح لله يوكيم وحنة وجميع القديسين بما أنه صالح ومحب للبشر بصوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا آمين اشتركوا في القناة